نزف لأمتنا نبأ استشهاد قائد جيش الإسلام الشيخ الجليل أبي عبد الله محمد زهران بن عبد الله علوش في أخطر المنعطفات التي تمر بها تفقد الثورة السورية أحد أبرز رجالاتها العسكريين زهران علوش قائد جيش الإسلام ترافق إعلان مجلس قيادة جيش الإسلام نعي قائده مع إعلان تعيين أبو همام عصام البويضاني خلفا للقائد الشهيد وإن مجلس قيادة جيش الإسلام يعين القائد المجاهد الشيخ أبا همام عصام البويضاني قائدا عاما لجيش الإسلام بعد خروجه من معتقل صيدنايا انضم زهران علوش إلى صفوف الثورة ومع انتقالها إلى الطور المسلح حمل السلاح مع رفاقه وأسس سرية الإسلام وبما يتمتع به من شخصية قيادية حازمة تمكن مع آخرين من توحيد عشرات الكتائب والألوية في الغوطة الشرقية وقادها تحت مسمى جيش الإسلام الذي يعتبر من أكبر الفصائل العسكرية على الساحة السورية وينظر إليه بين الفصائل على أنه مثال في القوة والتماسك والتنظيم ويحسب لابن مدينة دوما أنه قهر النظام وميليشياته بعدما استماتت في محاولات اقتحام الغوطة الشرقية التي تحاصرها منذ أكثر من عامين ثم قهر تنظيم الدولة وأحبط مشارعه ومحاولاته في اختراق الغوطة وشق صف سوارها القائد علوش تحدى النظام وقبضته الحديدية على الغوطة الشرقية فخرج منها وزار عدة مناطق في سوريا ودول الجوار فلم يغره العيش الرغيد الآمن بعيدا عنها فعاد إليها أشد عزما وصلابة يرى فيه محبوه القائد الشجاع الذي لم يختبئ في مقراته ولم يمت على فراش وثير وإنما استشهد مع نائبه على إحدى الجبهات وهو يتقدم جنوده في المعارك ضد النظام وما تمكن منه أعداؤه إلا بسرب من الطائرات الروسية استهدفت منطقة تواجده بنحو 12 صاروخا حدثان تزامنا مع رحيل علوش وضع مراقبون حولهما إشارات استفهام أولهما مشاركة فصيله في مؤتمر الرياض الداعي إلى جمع شتات المعارضة السياسية والعسكرية وثانيهما انسحاب تنظيم الدولة من مناطق في جنوب دمشق إلى حمصة والرقة بعد هدنة عقدها مع النظام عشرات بيانات النعي والتعزية من كبرى الفصائل العسكرية والمجالس والهيئات والشخصيات الثورية ربما تعكس المكانة الكبيرة التي تمتع بها القائد الفقيد في ثورة السوريين ليسطر اسمه بأحرف من نور في سجل الخالدين من شهداء الثورة السورية